أهلا أحبا أنا مشاهدينا في كل مكان اليوم عاوز أتكلم عن شيء كتير كتير مهم عن تلت وعود إلهية لا يمكن أن تكسر وخليني في البداية أقرأ بعض الآيات هي آية واحدة من سفر النبي إشعياء في العهد القديم إصحاح 59 والآية 21 خلينا نسمع لك كلمة الرب مكتوب أما أنا فهذا عهدي معهم قال الرب روحي الذي عليك وكلامي الذي وضعته في فمك لا يزول من فمك ولا من فم نسلك ولا من فم نسلك قال الرب من الآن وإلى الأبد طبعا يعني مكتوب عن الرب هو ليس ابن إنسان فيكذب فإذا كل كلام الرب هو نقي كل كلام الرب هو حقيقي لا يعني هو هو أمس واليوم وإلى الأبد لا ولن يتغير استحالي إنه يتغير فالله ثابت الله أزلي وطبعا هو فوق أو خارج حدود الزمن وأفكار قلبه كما يقول كتاب يعني إلى دور فدور ثبات الله دايما مرتبط بكلية المعرفة إنه الله بيعرف مسبقا كل الأحداث ولربما يتعامل معنا بتغيير بعض الأمور الإدارية ولكن طبيعته عهده شخصه المبارك لا يتغير هو أمين لا يمكن أن ينكر نفسه استحالي إنه يغير ما خرج من شفتي فالله لا يكذب والله طبعا أمين غير مجرب بالشرور لا يقدر أن يخطئ بعد هذه المقدمة البسيطة أحبائي كتير من الناس عم بتمر في ظروف صعبة خايفة على أولادها ولسيما في هذا العصر إحنا مدعوون إنه نبارك أولادنا نعلم أولادنا مثل ما بيتكلم في شريعة موسى في سفر التثنية إصحاح ستة خليك بشكل مستمر قصها على أولادك فبشكل مستمر يعني أنت لازم تكون مثل ومعلم لأولادك وبناتك أيضا وأنه هاي الاستمرارية إنه يتمسكوا الإيمان اللي بيتكلم عنه رسول بولوس لتيموثاوس الإيمان الذي سكن أولا في جدتك لويس ثم في أمك أثنيكي وأنا موقن إنه فيه وقادر أن تعرف الكتب المقدسة القادر أن تحكمك للخلاص بالإيمان بربنا يسوع المسيح مكتوب منذ الطفولية هاي البركة الاستمرارية هي البركة اللي إحنا بنعطيها لأولادنا أعظم ورثة مش الفلوس ولا البيوت ولا السيارات ولا العمرات أفضل شيء إنك تورث أولادك الإيمان بشان هيك الكتاب حريص على خلاص البيت آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك أو كما قال النبي يشوع في العهد القديم أما أنا وبيتي فنعبد الرب ولاحظ أن كلمة الله لا تتغير ولن تتبدل فإذن كلمة الله ثابتة مثل معاهده ثابت كلمته ثابتة أمانته ما بتتغير وهكذا هو الله الألف واليا البداية والنهاية الأول والآخر لكن هذه الآية أحبائي بيتكلم عن ناس اللي رجعت للرب واللي تابت بقول أما أنا فهذا عهدي معهم وإحنا بنعرف أن العهد لا يكسر واحدة من المشاكل العظيمة في العهد القديم أنه ذهبوا للسبي الأشوري والسبي البابلي أنه نكثوا العهد نقدوا العهد كسروا العهد لكن الله بيتكلم من طرفه هو بقول لا أنقض عهدي ولا أغير ما خرج من شفتي مزمور تسعة وتمانين والآية أربعة وتلاتين النبي إشعياء قال عن هذا الموضوع كلمات جميلة جدا فإن الجبال تزول والآكام تتزعزع أما إحساني فلا يزول عنك وعهد سلامي لا يتزعزع قال رحمك الرب إشعياء 54 والآية 10 لاحظ هذه الأمور لا تتغير في وعود الرب اللي احنا متمسكين فيها من أجل الجيل الآخر ومن أجل أولادنا ومن أجل بناتنا وهاي طبعا رسالة لكل الناس الخايفة المترددة اللي عايشة في مجهول وخايفة أنه تخسر وتفقد أولادها إحنا بنسلك بالإيمان مش بالعيان فإذا عهد الرب لا ينقض وعهد الرب لا يكسر شيء تاني لاحظ الكلام أما أنا فهذا عهدي معهم قال الرب هو اللي بيتكلم الرب مش أي شخص آخر روحي الذي عليك روحي زي ما أنه عهد الله لا يكسر روح الله لا يزول لا ينتهي فالروح القدس أحبائي في العهد الجديد هو يعني من ذات الجوهر من جوهر الله واحد مع الآب والابن في الجوهر فالروح القدس هو لا يتغير ولن يتبدل فإذا كما أنه العهد لا يكسر روح الله لا يتغير فروح الله هو الذي يعمل وهو الذي يوحي ويلهم وهو الذي يقود ويلزم وهو الذي يعلم ويرشد ويعطينا أنه ندرك هذه الموعيد الثمينة العظيمة من خلال كلمة الله والشيء الثالث اللي ما بيتغير لاحظ روحي الذي علي وكلامي الذي وضعته في فمك كلمة الله لا تتغير كلمة الرب وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد النبي إشعياء إصحاح أربعين والآية تمانية الرب يسوع قال لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة إنجيل متى الإصحاح الخامس فإذن هم نلاحظ ولازم نتمسك بهذه الوعود التلاتة التي لا تكسر عهد الرب روحي الرب وكلمة الرب استحالي إنه تكسر فطالما الرب بيوعد الشخص بيقول وكلامي الذي وضعته في فمك لا يزول من فمك مش رح ينتهي ولا من فمي نسلك يعني أولادك وبناتك وأحفادك ولا من فمي نسلي نسلك يعني الأمر بشكل مستمر قال الرب من الآن وإلى الأبد شو رأيكم نتمسك بهذه الوعودة التي لا تكسر إنه حتى مجيء الرب يسوع لن يفقد أحد من بيوتنا أولادنا وبناتنا تلاميذ للرب بنيكي تلاميذ للرب إلى مجيء الرب لاحظ الكلام من الآن وإلى الأبد إلى مجيء المسيح ثانية نتمسك إنه أولادنا مش ضحية أولادنا مش للفشل أولادنا مش للعالم أولادنا مش لجهنم أولادنا للحياء الأبدية أولادنا إحنا رح نعكس سورة المسيح نعلمهم كلمة الرب ويمتلقوا من روح الرب ويدخلوا في عهد الرب حتى يكونوا شعب الرب المتمسك بحضور الله أنا بصلي من أجل كل أسرة من أجل كل زوج رجل وإمرأة عم تشعروا إنه عم بتشوفوا لبصات تسحب من تحت رجليكو وابتديتوا يعني تخسروا كل التوقعات اللي أنتوا بنتوها وأصبتم بالخزلان بسبب الأولاد والبنات خلينا نتمسك بالعهد خلينا نتمسك بالكلمة وخلينا نتمسك بروح الرب ونقول له يا رب أنت وعدت ليس لأي حسان فيه ولا لأي شيء أنا بستاهل بل من أجل النعمة من أجل ما فعله الرب يسوع المسيح حتى يخلصنا ويخلص بيوتنا ويخلص عائلاتنا يا رب يسوع أنا برفع كل أسرة مضررة كل أسرة مضروبة في ضربات شيطانية بصلي اليوم أنك تنقذها وتحرر من العبودية وتجعلنا أبناء وبناتق للرب ونكون محررين بالكامل ونعيش حياة البنوية ندرك أهمية هذا العمل العظيم من أجل خلاصنا إحنا بنشكرك يا سيدنا الرب لأنه على وعدك نثق في وعودك في النعم والأمين أنك أنت لابد أن تتمم ما وعدت به ليس يا رب لنا ويا رب إحنا أخطأنا وتغضينا وتركنا ورجعنا لكن من توب يا رب مش بس عن أنفسنا من توب عن بيوتنا عن أولادنا عن بناتنا وعن أسرنا بصلي يا رب كل أسرنا تكون حول العرش المجيد عند لقاءك عندما تعود ثانية بركة على كل أسرة على كل بيت لا تفقد نفس جميع الأولاد والبنات تلميذ للرب في اسم الرب يسوع آمين إذا الفيديو أعجبك منحب نسمع منك إذا تحب تحط لايك هذا بساعدنا وكمان بتحب تعمل شير كون خادم معنا توصل هاي الصلاة والرسالة لأكبر عدد ممكن والرب يكافأك ويباركك ترجمة نانسي قنقر